غضياء طالب من محافظة النجف الأشرف عمري 25 سنة بديت هذه الموهبة أو الهواية من كنت صغير يعني من كان والدي الله يرحمه كان يخط ويرسم أيضاً فشلتها قاعد يما فتعلمت لي كم شغلة قبل ثلاث سنين بديت أبدي بيها لأنه صار ظروفه ما بديت فبديت بيها تخطيط الرسم وشي وأنه تركت الرسم فتالي فترة دخلت عليه وتيوب شفت مقطع خاص فن الفيلوغرافيا فحبيت أجرب هالشي 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 جربت بكلمة وشفتها يعني ناجح ويها وأقدر إنه أشتغلها وهي شي شي فقلت إنه أشتغل واشتغلت كم لوحة وبديت يعني إنه قلت هذا الفن يعني أقدر إنه أشتغلو شي فقمت أشتغل أكثر شي طلبات خاصة يعني تسعين بالمئة من شغلة من هذا الفن الفيلوغرافيا طلبات خاصة فن الفيلوغرافيا فن اكتشف العثماني وانقابل بس السجن كانوا يشتغلون هيشي شغل اللي ينسجلون لفترة كلش طويلة يشتغلون بسمار وخيط على موضي يقضون الوقت اللي يقضوها بالسجن وأيضا إحنا جالينا هالفن هذا وقبل الانترك وهس يعني جاي نحاول إحنا كشباب وأنا كشاب نجي في عراقي إنه أشتغل هذا الشغل وأرجع إن شاء الله وجاي أحاول إنه أشتغل أن تشغل شاركت بمعرض النجف الدولي أيضا وشاركت بعدة معارض منها معارض مظاهرات أيضا شاركت عدنا معارض مظاهرات سعة النجف وشاركنا بعدة مجسرات أيضا اشتغلنا كرسيم وجمالية المدينة النجف أيضا وكمدارس أيضا اشتغلناهن وأيضا اشتغلنا جداريات ورسمنا على الجداريات والجسور والنفق أكثر من النفق في محافظ النجف اشتغلناهن وفترة المظاهرات أيضا وكل هذا كان عمل تطوعي من عندنا ومجموعة الشباب أيضا انضميت إلهم اشتغلنا هاي الأشياء كلها وأيضا في الأكسسوارات مادة الريزين ما موجودة عندنا الأدوات الأصلية والزيانة يعني بأبسط الأدوات والأشياء اشتغل بيهن وأيضا في الفيلوغرافيا أشياء كلش يعني غالية وما موجودة بالعلاق حصرا يعني في أبسط الأشياء كخشب كبسامير كشاكوت ونشتغل بيهن وإن شاء الله للأفضل إن شاء الله أصل للطموح الي أريده والحلم الي تحلم به أن واسصل في مرة أو في مكانه يعني أنه أكمل كل هامة بيهن أكثر من شغل الشي أو أكثر من لوحة أو أكثر من فن فأجمع كل هذه الأشياء بالمكان واحد اطور المكان الي آني به حاليا المكان الي آني به حاليا في منطقة شعبية بس هذه المطقة الاشعبية ما رح تكون علىها إن شاء الله وراح اطور من عنده الان اصل المرحلة اللي اريدها وعنده ايضا مجموعة من 6 اشخاص يعني كفريق مصغر انو نشتغل هي تشغل وايضا عندي اعمال الهم معروضة بالمحل واي شخص عنده عمل فنيه وشي ايضا يحب يعرضه هنا يعني الباب مفتوح لأي شخص وكل احنا نشتغل هي تشغل ومجموعة فنية ايضا ولوحات وهي تشي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة